اشتركوا في القناة الكثير ينصحون بتناول المكملات الغذائية إلا أن هناك دراسات تتحدث أن هذه المكملات ليست بكل الأوقات مفيدة للجسم في بعض الأحيان تكون لها أضرار ما هي أنواع المكملات الغذائية المفيدة بالبداية؟ نعم سؤالك جدا مهم هيبا المكملات الغذائية هي مصطلح عام يشمل العديد من المنتجات أو البوردكت الموجودة بالسردليات يعني عندنا مثلا تقسم إلى الفيتامينات والمعادن والفيتامينات في عنا الفيتامينات الذائبة في الماء يعني يتخلص الجسم من الصائد منها والفيتامينات الذائبة في الدهون التي تتخزن بالجسم وعندنا كمان الألياف بالإضافة كمان للمكملات العشبية للبروتينات والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية مثل الأوميغا ثري مثلا زيت السمك فيش أويل بالإضافة إلى البروبايوتكس التي تساعد في عملية الهاضم التي هي البكتيريا النافعة أو الأنزيمات الهاضمة نعم طيب لماذا يصف الأطباء المكملات بأنها ببعض الأحيان تكون لديها الجانب الإيجابي وببعض الأحيان تكون سلبية على الجسم نعم هذا صحيح المكملات الغذائية خلينا من اسمها نستنتج ما هي المكملات هي مكملات وليست بديلا عن النظام الغذائي هي صنعات على أساس أنها تكمل وتعوض النقص الحاصل في النظام الغذائي لبعض الأشخاص ممكن يكون في عندهم سوء بالتغذية أو ممكن في حالات صحية معينة لا يستطيعون هم يعني تعويض هذا النقص عن طريق النظام الغذائي نعطيهم المكملات الغذائية بشروط وقواعد معينة باستشارة الصيدلاني والطبيب وبعدم تجاوز الجرعة لكن هي ليست حالة عامة لا تعمم على جميع الأشخاص إنما هي حالة استثنائية لهؤلاء الأشخاص الذين ذكرناهم وحتى حسب موقع المايو كلينيك يشير بأن الإرشادات التغذوية في الولايات المتحدة الأمريكية تشير بشكل واضح وصريح إلى أن المكملات الغذائية لا ينبغي أن تعطى للأشخاص الأصحاء القادرين على أخذ احتياجاتهم من المصادر الغذائية ولا تستطيع أن تحاكي الفائدة الكبيرة التي نأخذها من الأنظمة الغذائية لأن النظام الغذائي عندنا الأطعمة الكاملة هي معقدة وتحتوي على العديد من الفيتامينات المتنوعة والمعادن فلذلك هي مفيدة لبعض الحالات هذه النقطة مهمة جدا بأنه لا يجب على الشخص الصحيح واللي ما عنده أي مشكلة أنه يأخذ المكملات على الرغم من أنه هناك الكثير أيضا من الدعايات التي نشاهدها على مواقع التواصل الاجتماعي حتى في أجهزة التلفاز تتحدث عن مكملات غذائية أنه صحية ربما تقي من الأمراض أو تقي من الإصابة ببعض الأمراض ربما الخطيرة يتحدث البعض عن أنها تزيد أيضا من مناعة الجسم نعم أشرت إلى نقطة جدا مهمة للأسف موضوع الإعلانات والدعايات مما يلعب بمشاعر الناس هنا يجب أن نشدد وننوه المكملات الغذائية في موضوع تعزيز المناعة والوقاية من الأمراض هي في حالات معينة نظامنا المناعي يكون قوي باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن وباتباع الرياضة لكن بعض الأشخاص الذين يكونون عندهم نقص بهذه العناصر هنا نحن نعطيهم هذه المكملات حسب البحوث والعلم والدراسات هناك مكملات غذائية تساعد في الوقاية من الأمراض وهي طبعا بصرفها يتم عن طريق الطبيب يعني عندك مثلا الأوميغا ثريل هو يفيد طبعا في الوقاية من أمراض الشرايين التاجية لسحة الدماغ للوقاية من الألزهايمر عندك الفيتامين سي الفيتامين سي كمان يساعد في تعزيز جهاز المناعة ولكن ليس هنا ليس كل شخص أول ما نسمع أنه الفيتامين سي يفيد تعزيز جهاز المناعة نلجأ لأخذه عن طريق المكملات بل نلجأ لأخذه من مصادر الغذائية إن حصل عندنا نقص في نظامنا الغذائي بهذا العنصر بالفيتامين سي نلجأ لساعدها لأخذه من المكملات وباستشارة الصيدلاني لنأخذ الجرعة المناسبة وبالطريقة المناسبة حتى أنه لا نعرض حالنا للأثار الجانبية الخطيرة له عندك برضو كمان الحوامل الحوامل يلجأ الأطباء لإعطاءهم فيتامينات يتم إعطاءهم الفوليك أسد 100% الفوليك أسد لحماية الحفاظ على صحة الجنين وسلامته ووقايته من التشوهات الخلقية اللي بتحصل زي مثلا تشوه الأنبوب العصبي فهناك فعلا حالات المكملات الغذائية مفيدة فيها للوقاية ولكن بحالات اللي تستوجب إعطاءها وباستشارة وليس بشكل عشوائي نعم أنت دائما تنصحين بأنه يتم العودة إلى الطبيب وليس أن يتم أخذ هذه المكملات بطريقة عشوائية بتعرفي يعني هلأ من خلال حديثك دكتورة روان ذكرتين بالفترة التي كان فيها فيروس كورونا بأوجه الفترة الماضية وكيف كنا عم ناخد الكثير من الفيتامينات يعني للوقاية كفيتامين سي مع الزينك دائما يتحدثون بأنه مهمة واخذيها خلاص من غير حتى يعني العودة إلى الطبيب والكثير من الصيدليات كانت تنصح بها للوقاية من فيروس كورونا أو ليكون هناك مناعة أكبر للجسم وبالتالي يعني بالكثير من الأحيان كانت أيضا تكون لها يعني أعراض جانبية سيئة على الجسم خلينا نحكي عن نقطة أنه نعم تفضلي مئة بالمئة ما أشرت له هبة صحيح جدا حتى نرى الأثار الجانبية للأشخاص اللي لجأوا لأخذ هذه المكملات اللي هي الفيتامين سي والزينك والفيتامين سي والفيتامين دي من غير استشارة أصبح هناك لديهم مشاكل بالجهاز الهضمي تلبكات إسهال قئ وغثيان مشاكل حصاب الكلا يعني عانوا من مشاكل عديدة بسبب فرط استخدامهم لهذه المكملات في غير داعي لها أود أن أشير كمان هبة صحيح هذه المكملات تساعد في تعزيز جهاز المناعة ولكن إلى الآن حسب السي دي سي اللي هو مركز السيطرة على الأمراض المعدة والوقاية منها لا يوجد ما يثبت بأنه هذه المكملات تساعد في الوقاية من الفيروس الكورونا المستجد تساعد في تعزيز جهاز المناعة ولكن ليس هناك ما يثبت أنها هي تقي من الإصابة من كوفيد 19 نعم طيب أنا كنت حابة أسألك يعني من النقطة التي كنت أتحدث عنها كنت حابة أسألك أنه أيضا من ضمن هيك المعلومات اللي نحن هيك أخدينها أيضا يعني من مواقع التواصل ومن حتى يعني ذهابنا إلى الصيدليات ونصيحة ربما الصيدلي فيها بأنه إن لم تنفعك لم تضرك إنه إذا ما كان جسمك بحاجة لإلها فستخرج ويعني لن يكون لها أي أضرار جانبية كيف تعلقين على مثل هذا الكلام؟ طبعا نقطة جدا مهمة للأسف كتير نسمعها مثل ما تفضلت حضرتك وهي خاطئة جدا من الخرافات حوالين المكملات الغذائية لا يوجد شيء يعني عندنا بالأدوية والمكملات الغذائية ليس له آثار جانبية وأضرار إذا أسيء استخدامه يجب أن نستشير الصيدلاني والطبيب وأن نكون بحاجة لأخذه هذا الشيء مهم جدا نعمل فحوصات مخبرية في بعض الأحيان لتبين هل هناك نقص أم لا وبناء على النقص نأخذ الجرعة المناسبة بالطريقة الصحيحة للفترة الصحيحة ونقطة كتير مهمة بتجاهلوها بعض الأشخاص وبتناسوها ممكن أن يكون عند الشخص أدوية تتعارض مع هذه المكملات الغذائية أو حالة صحية تمنع أخذ هذه المكملات الغذائية فتسبب خطورة شديدة على المريض يعني عندك مثلا الفيتامين كي الفيتامين كي يتعارض مع الوارفارين الأشخاص اللي بيأخذوا الوارفارين اللي هو المميع للدم وهذه مشكلة خطيرة عندك يعني كمان عندنا مثلا خلينا نحكي عن الكالسيوم والحديد الكالسيوم بيرسب الحديد وبيقلل من فعاليته فما يستفيد الشخص اللي بيأخذه هناك يعني أهمية بالغة يعني فهم أنه المكملات الغذائية لها أخطار وأثار جانبية في حال استخدمناها بإفراط ومن دون حاجة وبطريقة خاطئة يعني بتجاوز للجرعة المسموحة ومن غير استشارة طبية سؤالي الأخير لك ليس لدي الكثير من الوقت بالبداية تحدثت عن نقطة مهمة جدا الاستعادة عن هذه الحبوب الدوائية اللي على شكل مكملات غذائية بالمكملات الصحية الأكل الصحي والطبيعي اللي عم نتناوله حدثيني عن أهم المكملات الغذائية التي يحتاجها جسم الإنسان وكيفية الاستعادة منها بالأعشاب والأكل والأنظمة الغذائية الطبيعية نعم مهم جدا يعني في الوقت الحال الفيتامين سي الفيتامين سي بنقدر ناخده احنا بالحمضيات زي الليمون زي البرتقان بالكيوي بالبروكولي والأوراق الخضرة السبانخ مثلا موجود عنا كمان بالطماطم موجود بالتوت والفراولة عنا كمان مثلا الزنك الزنك من الأشياء الكتير مهمة كمان لنا ممكن ناخده من داركت شوكولت الشوكولاتة الداكنة من اللحوم من الأسماك من الحبوب الكاملة عنا كمان الفيتامين دال الفيتامين دال طبعا له خصوصية عن بقية الفيتامينات بأنه احنا بتصنع بجسمنا بمساعدة أشعة الشمس فيجب طبعا التعرض لأشعة الشمس بالإضافة إلى أنه موجود في الأسماك في الماكر البتونة بالسردين يعني بالفطر المشروع بحبوب الإفطار المدعمة فيه يعني هاي بتكون العناصر يعني غنية فيه ضروري أنه طبعا نظامنا الغذائي يهبى يعني بنهاية حديثنا أنه يكون يحتوي على الخضروات والفواكه والبروتينات والأحماض الدهنية اللي هي الأوميغا ثري والكربوهايدرات يعني يكون والأسماك يكون نظام غذائي صحي ومتوازن يحتوي كافة العناصر الغذائية اللي بيحتاجها جسمنا للقيام بعملياته الحيوية يعني كفاتي ووفاتي مثل ما بيقولوا بالأردن الاختصاصية بالصيدة لدكتور روان عبد السلام كنت معنا مباشرة من العاصمة الأردنية عمان بأشكرك جزيلا شكرا على كل هذه المعلومات العافو حبيبتي هبا أنا دائما بكون سعيدة باللقاء مع اشتركوا في القناة